يقول القائل في القرآن الكريم يقول الله تعالى إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَأَحْمَلَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا كيف كان هذا العرض هل أوقف الله الجبال والسماوات والأرض صفا وعرض عليهم أن يتحملوا الأمانة وما تلك الأمانة فرفضت هذه الموجودات وكيف رفضتها لا تملك عقلا ولا إرادة ثم هل خير الله الإنسان وأين كان ذلك التخير ونحن ما خيرنا ولا شهدنا ذلك الموقف والإنسان ونأ يقتضي جمعية البشر كيف يعني تفهمون هذه الآية وتزيلون ما بها من إشكال والجواب عن ذلك أن لابد أن نفهم ما هو نوع العرض الذي تقصد الآية هل هو عرض تخير والعرض من معنى آخر والجواب إن ذلك العرض كان عرض مناسبة ومقصود الآية أن يفهم الإنسان أنه وحده المهيأ أو القادر على تحمل التكاليف الإلهية بإصلاح الأرض وقيادتها إن عرضنا الصفات المطلوبة في من يقوم بالمهمة الاستخلافية على السماوات والأرض والجبال عرضا مقصوده البيان للإنسان أن يدرك الإنسان أنه كلف بما لا تستطيع الجبال ولا تستطيع السماء ولا تستطيع الأرض وأعطي المواهب التي تؤهله لذلك التكليف فأعطي العقل المميز الذي لا تملك هذه الكائنات وأعطي الإرادة والاختيار الذي لا تملك هذه الكائنات وأعطي الفطرة الكاملة بغرائزها ومنظومتها التي لم تعطى هذه الكائنات فإن عرضنا الأمانة أي لو عرضنا مواصفات الأمانة على السماوات والأرض والجبال لا ظهر يقينا أنها لا تصلح لها فعليك أن تدرك أيها الإنسان أن موكعك من هذا الوجود مقدم على موقع هذه الكائنات والأجرام العظيمة الخلقة فالمقصود من الآية هنا عرض المناسبة وبيان مكانة الإنسان بين هذه الموجودات فأبين أن يحملنها ليس إباء اختيار وإنما إباء إمكانية إباء مناسبة لا تناسب هذه المهمة ولا تقدير عليها فأبين بمعنى امتنع أن يتحملن هذه المسئولية التي حملها الإنسان وحملها الإنسان بتكليف الله لو بحكم المناسبة والتأهيل الإلهي المسبق للإنسان لحمل هذه الأمانة إنه كان ظلوما لا بتحملها ولا بقبولها لأنه لم يكن مخيرا في ذلك وربك يخلق ما شاء ويختار أي لهؤلاء الخلق مهامهم في الحياة إنه كان ظلوما أي إذا حرف في فهم هذه المسألة أو في أدائها إنه كان ظلوما بسلوكه المنحرف جهولا بمقامه من هذا الوجود والموضع الذي وضعه الله عز وجل فيه قائدا لهذه الخلائق في هذه الحياة الدنيا ومستأمنا عليها إني جاعل في الأرض خليفة فالعرض هنا عرض مناسبة غايته البيان وليس عرض تخير فإن الله لا يخير خلقه فيما خلقهم من أجله والحمد لله رب العالمين